بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة في إطار متابعتنا الدائمة لجمهور النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة امبارح وأول امبارح كان هناك بعض الأمور الغير واضحة بالنسبة للتذاكر الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك القادمة اللي هي يوم الخميس القادم وفي إطار متابعة القناة لكل هذه الأمور الحقيقة تواصلنا أو أنا مقالنا يومين الحقيقة بنحاول نتواصل مع أحد المسؤولين في شركة تذكرتي علشان نعرف أو نقدر نجاوب لجمهور النادي الأهلي على كل الأسئلة اللي بتجيلي واللي موجودة على السوشال ميديا واللي فيها بعض اللابس أو اللي جمهور النادي الأهلي شايف إن فيها بعض اللابس فطبعاً ممكن أكون أنا عندي إجابة ولكن لما نجيب مسؤول من الشركة هو اللي يجاوب لنا على كل هذه الأمور أعتقد إن ده حيكون مهم جداً لجمهور النادي الأهلي لأنه وكل الأسئلة اللي حضرتكم أنا بقال يومين بجمع في أسئلة طبعاً أنا خدتهم في إطار ست سبع أسئلة مهمين جداً كل جمهور النادي الأهلي بيسأل فيهم فأنا حسأل أو جبنا الأستاذ أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي علشان نتطمن منه على هذه الأمور ونسأله نقوله نوجه له أسئلة جمهور النادي الأهلي وطبعاً نسمع منه كل هذه الإجابات أستاذ أحمد أهلاً بيك أهلاً بيك كابتن إسلام أهلاً بيك وكل مشاهدينك أهلاً وسهلاً أفندم يعني طبعاً إحنا بقالنا يومين الحقيقة منذ أن بدأت شركة تذكرتي في إنها تعلن عن وجود تذاكر على الموقع الرسمي لها التذاكر اختفت أولاً بعد أو يعني اتباعت أو تم شراءها بعد نص ساعة الحقيقة هناك بعض الملاحظات من جمهور النادي الأهلي عايز أتكلم فيها مع حضرتك لأنها مهمة جداً جداً وحضرتك توضح حل هناك لابس في هذه الأمور أمور معينة بتحصل إيه اللي بيحصل حضرتك طبعاً هيكون عندك الداتا كاملة اللي تقدر توضح لنا بيها ماذا يحدث في هذه الأمور طبعاً يا أستاذ أحمد تحت أمرك تفضل طبعاً طيب خلينا أسأل حضرتك الأول فاتح باب الحجز للتذاكر بيفتح ويقفل بعد نص ساعة هل بتكون التذاكر خلصت ولا سيستم بيقع ولا إيه اللي حصل بالزبط لا طبعاً هو السيستم مش بيقع ولا حاجة مطش الأهلي والزمالك نهائي كاس مص ده مطش كبير جداً نعم طبعاً التذاكر نزلت حوالي بعد 11 أو 12 ديئة التذاكر كلها خلصت 2500 تذكرة لكل فريق كانوا خلصوا نعم طبعاً الجماهيرية بتاعت الناديين كبيرة جداً فالتذاكر أول ما تنزل بتخلص على طول هو ده بالزبط يعني سبب أن التذاكر نزلت فترة أوليلة جداً يعني هل ده طبيعي يا أستاذ أحمد لأنه جمهوري النادي الأهلي بيتساءل هل طبيعي أن التذاكر تخلص بعد 11 أو 12 دقيقة ولا إيه اللي ممكن يحصل أنا بحب أتأكد في هذا الأمر تحديداً طبعاً طبيعي جماهير النادي أهلي بالملايين كل اللي ما تروح للبيع 2500 تذكرة فالطبيعي أنه ما هيخلصه في وقت أوليل جداً ده طبيعي جداً طيب خليني برضا روح لمنطقة أخرى وهي منطقة التضييق جمهوري النادي الأهلي يرى أن شركة تذكرة من وجهة نظر الجمهور طبعاً يرى أن شركة تذكرتي بتضيق عليهم في استخراج الفان آي دي في دخول المباريات بينما بعض الأندية الأخرى ده ما بيحصلش معاه لا طبعاً شركة تذكرتي هي على مسافة واحدة من جميع الجماهير نعم الجماهير بتتعامل بنفس الطريقة وكل الجماهير يعني أو أي مشجع لأي نادي في أي لعبة بيحصلش يقدم يحط بياناته على موقع تذكرتي وبيستخرج الفان آي دي منطقة سهولة هو حدك يعني أي حد راح لفتاد عارف أنه بيدخل بمنطقة النظام والمنطقة الأريحية ما فيش أي حاجة من كلام ده خلط بكاحة طيب هل لو وجدت مشكلة هل في مثلاً خط ساخن ممكن جمهور الأهلي أو أي من الجمهور عايز يتكلم على هذا الأمر هل ممكن نلاقي حاجة أو خط نشتك فيه أو كذا طبعاً 15 تاتة 55 كل الجمهور بيتواصل معنا عليه وزير كده عن طريق صفحةنا بيبعثوا لنا رسائل وعن طريق الموقع بتاعنا برضو يداره بيبعثوا لنا رسائل بيترد عليه وما فاندم ولا لا؟ طبعاً بيترد طبعاً بيترد إحنا بيجي لنا يعني عدد كبير جداً من مكالمات ومن رسائل كل يوم وكله بيتم الرد عليه طيب يبقى لجمهور النادي الأهلي لو أي حد شايف أن هناك تضييق من وجهة نظرهم في هذا الأمر فبعد إذن حضراتكم تبعتوا على الصفحة الرسمية لشركة تسكرتي أو نكلم رقم كامي أسوز أحمد؟ 15-3-55 15-3-55 أي حد حضراتكم طبعاً التذكر خلصت 2500 دول خلصوا لكن المباريات القادمة إن شاء الله ده لو حصل في أي حاجة تخص شركة تسكرتي تاني حاجة صور المباريات اللي احنا بنشوفها اللي أمام حضرتك دلوقتي بتقول أنه بعض الأندية الأخرى بيدخل لها جماهير أكتر من النادي الأهلي طبعاً لا العدد التذكر واضح جداً هو منتجة شفية لكل النوادي نعم الحاجة اللي ممكن بتفرق شكل الجماهير في المدرج الطريقة اللي هم عادين بيها كل استاد بيكون مختلف يعني حجمه مختلف عن استاد آخر فعشان كده ممكن الصور تكون بتطلع يعني بتتوصل رسالة مختلفة أو حاجة بس هو العدد 2500 وأنا بأكد محوظاتك أن العدد هو واحد لكل الأندية وعلى حسب المسابقة هو الجهة المنظمة للمسابقة هي اللي بتحدد الأعداد وإحنا بنترحها ما فيش أي نادي بيأخذ تذاكر أكتر من أي نادي تاني طيب ممكن تقولي هي آلية دخول الجمهور للمباريات أفاند؟ طبعاً آلية دخول الجماهير للمباريات هي من أول ما تذكرتي اتدت باستخدام الفان اي دي والتذكرة ولازم الفان اي دي يكون مربوطة بالتذكرة والتذكرة مربوطة بالفان اي دي وبيدخل المشجع الأستاذ عند أنه لازم يكون لابس الفان اي دي بتاعه ومع التذكرة اللي مربوطة بالفان اي دي وبيدخل على طول تمام جماهير الأهلي برضو ما عليش يا فندم لأنه أنا النهاردة جاي بكل ما يخص جماهير النادي الأهلي أو على قد ما قدرت الحقيقة أن أنا أجمع أسئلة في هذا الأمر السؤال القادم بتقول أن بعض جماهير الأهلي بتقول أن الفان اي دي بيطلع للأندية التانية أسرع من جماهير النادي الأهلي برضو دي يعني كلام مستح أن كل المواطنين اللي بيدخلوا على منظومة التذكرة بيقدموا بياناتهم حتى أصلاً هو بعد ما المواسقة بيجي لهم بيختاروا الفريق المفضل ليهم فكل طلبات للفان اي دي هو ما بيكونش عارفين ده مشجع النادي أنه بيحط النادي بيختار فريق مفضل بعد بعد ما بيجي له على طول الموافقة على الفان اي دي ما عليش ممكن تشرح لنا الجزء ده مرة تانية لأنه ده جزء يبقى بينفي هذا الأمر تماماً يا فندم طبعاً هو أي مواطن أو أي مشجع لأي نادي بيدخل بيقدم بياناته عن طريق منظومة تذكارتي تمام بعد كده على طول بنبعث له رسالة فيها رقم الفان اي دي بتاعه وكلمة المرور أو البصر بتاعته بيخش بيعمل تسجيل دخول بيها بعد كده يختار الفريق المفضل ليه وبيحط بيانات التطعيم بعد كده يقدر يحجز الفريق المفضل ليه فهو الخطط استخراج الفان اي دي يعني أو أن يجي له رقم الفان اي دي وكلمة المرور هي قبل ما يختار النادي بتاعه عشان كده بيؤكد لحدك أن تذكرتي على مسافة واحدة من جميع الجماهير طويل جدا عشان كده احنا حاولنا يعني بيحض إجراءات أسرع من حد ولا أي حاجة كل الناس بنسبلنا واحد يعني ده كان أمر اهم جدا لأنه احنا الحقيقة فان دي حاولنا يعني بقى أنه يومين بنحاول ان احنا نتواصل علشان نقدر نوضح لجمهور النادي الأهلي زي ما حضرتك قلت يعني الموضوع ده أعتقد أن الكلمة اللي حداك بتقولها أو الجملة اللي حداك قلتها دي أن أنت بتحط الفان اي دي وبعد كده بيجي لك أن أنت عايز تخش مباراة إيه فده ينفي هذا الأمر تماما فخلينا نروح لجزء آخر هل ممكن سعر التذكرة يقل عن 100 جنيه عشان يبقى فيه شريحة أكبر لعدد الجمهور تقدر تروح يعني بالنسبة لبعض الجمهور الميت جنيه مش النقطة دي مهمة جدا عشان احنا بيجي لنا كم رسائل كتيرة جدا ومكالمات كتيرة جدا اللي هي علاقة بأسعار التذكر نعم حابب من خلال حداك أن أوضح أن تذكارتي مش الجهة اللي بتحدد أسعار التذكر المسابقات الجهة المنظمة للمسابقة هي اللي بتحددها فسواء كاتس مصر فالتحاد للمصر كورت كدم هو اللي بيحدد سعر التذكرة فيه كسر ربطة الأندية هي اللي بتحدد سعر التذكرة فيه وهكذا على الجهة المنظمة للحدث هي اللي بتحديد الأسعار مش شركة تذكارتي ها يعني حضرتك بيجي لك يقولك مثلا الاتحاد الكرة في مثل هذه المباراة الأهلي وزمالك يوم الخميس القادم بيقولك تذكارت مثلا الدرجة الأولى بمي جنيه مش حضرتك اللي بتحط الرقم يعني لا طبعا احنا بنقدم خدمة لبيع التذاكر للمواطنين أو للمشجعين احنا مش الجهة المنظمة للمباراة مش احنا اللي بنحديد أسعار التذاكر مش تذكرتي اللي بتحدد أسعار التذاكر طب فاندم معلش في موضوع الفان اي دي بيطلع للأندية بسرعة أو مش بسرعة حضرتك جاوبت عنه ولكن لو هناك أيضا أي استفسار أو أي حاجة بيبعت على نفس الصفحة وبيتصل بنفس الرقم مظبوط فاندم طبعا اللي هو 19-3-5 لا 15 أنا آسف 15 كم؟ 15-3-55 15-3-55 تمام يعني يا سيد احمد أنا بشكرك جدا جدا على كل هذه المعلومات اللي حضرتك قلت لنا عليها ومعليش عذرني لو احتاجنا حضرتك تاني لأنه جمهور النادي الأهلي أنا هنتظر الحقيقة من جمهور النادي الأهلي أي أسئلة حضرتكم يعني الحقيقة الأستاذ احمد أبدأ تعاون كبير جدا زي ما حضرتكم شايفين في إن احنا تسهيل كل الأمور طبعا هو هيتكلم عن كل المشجعين وكل حاجة ولكن لما أنا كنت بتكلم مع الأستاذ احمد كنت بتكلم على جمهور الاهلي فأي حاجة حضرتكم عايزين لو سمحتوا بعتولنا على كمان الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لقناة النادي الأهلي وإحنا نقدر كمان نوصل للأستاذ احمد كل حاجة أنا بشكرك جدا أستاذ احمد على وجودك معنا وعلى كل هذه التوضيحات وأتمنى أن احنا لو عوزنا حضرتك خلال الأيام القادمة تكون حضرتك معنا مرة تانية تحت أمرك كابتن إسلام وطبعا أي جماهير محتاجة أي دعم أو أي مساعدة في أي حاجة ليعلى قبل تسبرتي إحنا تحت أمرهم في أي وقت وحديك طبعا تحت أمرك لو في أي استفسارات أخرى طبعا أي وقت حديك مستنعج أنا بشكرك جدا أستاذ احمد الأستاذ احمد عبادة مدير العمليات بشركة تسكرتي كان مهم جدا أننا أجيب أستاذ احمد علشان يجاوب لحضراتكم على الأسئلة دي الأسئلة تقريبا اللي احنا كفريق إعداد جبناها من على السوشال ميديا لكل الناس اللي كانت بتسأل على موضوع تسكرتي وإن اللي بيحصل في تسكرتي وليه تسكرتي بتعمل كده وليه بيأخروا علينا الفان اي دي زي ما حضراتكم شفته الراجل جاوب ولو أي أسئلة برضو حضراتكم عايزين تسألوها لنا بعتولي دلوقتي على صفحة القناة النادي الأهلي الصفحة الرسمية بعتولنا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها وأنا هتوجه بالأسئلة دي مرة أخرى على الهواء مباشرة للأستاذ احمد علشان يجاوب لحضراتكم على كل حاجة على كل حاجة مهم جدا 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 جمهور النادي الأهلي أنا بالنسبة لي أول ما لقيت أن فيه مشكلة في هذا الأمر أعدت أدور وخليت كل فريق الإعداد يدور على إيه اللي بيحصل علشان جمهور النادي الأهلي يبقى متدايق فنحاول نجيب لهم الإجابة زي ما حضراتكم شفته أتمنى أن تكون هذه الإجابات وافية وهي بالفعل لأنه حضراتك عرفت مثلا كجمهور النادي الأهلي أنه مش تذكرت هي اللي بتحط التمن الجهة المنظمة في الدوري يبقى الرابطة في الكاس مصر يبقى اتحاد كرة القدم حضراتكم عرفتوا مثلا أن موضوع الفان أيدي ده ما حدش يعرف إذا كنت أنت بتشجع الأهلي ولا غير الأهلي أنت بيطلع لك الفان أيدي الأول وبعد كده حضرتك اللي بتاخد الفان أيدي وبتروح به للفريق اللي أنت بتشجعه وبتحبه وعايز تخش مباراته وبالتالي فيه أمور أعتقد أن هي أصبحت واضحة لجمهور النادي الأهلي ولو عند حضراتكم أي أسئلة أخرى من فضلكم بعتولي مرة تانية على صفحة قناة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم ما بقالنا يومين كل اللي مطلوب من جمهور النادي الأهلي خلال هذه الفترة هو الدعم والمسندة من مبارح للنهاردة أنا كان نفسي النهاردة تشوفوا وش عالي معلول عمل إزاي بجد والله سقفة كبيرة جدا 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 لجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي ده أول ما يحس بس كده وده اللي أنا كنت براهن عليه والله خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا ده اللي أنا كنت براهن عليه إنه جمهور النادي الأهلي ده لما يحس جمهور ده لما يحس إن فيه حد من لعبته زعلان ومتدايق لأ تعالى يوم الخميس اللي جاي إحنا في ظهرك إحنا هنلعب معاك هنلعب معاك من المدرجات للألفين وخمسمائة اللي موجودين حيبقوا بمثابة مئتين وخمسين ألف إن شاء الله موجودين الالفين وخمسمائة والسبعين وثمانين حفضل أقول الكلمتين بتوعي دول برضو سبعين وثمانين مليون أهلاوي بيتفرجوا في كل أنحاء مصر وأفريقي على النادي الأهلي وبالتالي انتظروا اللاعبين خلال الفترة اللي جاية اللاعبين دول يحتاجوا دعمه ومسندة حضراتكم مبارح والنهاردة وبكرة وبعده انتوا قلتوا أو إحنا خدنا منكم على الحلوة والمرة معاك دلوقتي في بعض على فكرة هو ما حصلش حاجة بالمناسبة ولو لا قدر الله يوم الخميس اللي جاي لا قدر الله حصل أي حاجة ما حصلش حاجة خسرنا بطولة لكن لسه عندنا بطلطين تلاتة كمان في تلات شهر ونص اللي بعد كده ما عنديش أي مشكلة ايه يا عم إسلام وأنت ما بفولش أنا بقول لأن يوم الخميس فينا تكتين يا فندم ربنا يكرمنا ونكسب ولقدر الله نخسر لازم أقول هذا الكلام أمام حضراتكم أنا بتكلم بالمنطق بالمناسبة فلازم أقول الكلام ده لحضراتكم أنه يوم الخميس اللي جاي ده ما فيش تعادل يا تكسب يا تخسر لقدر الله لقدر الله ربنا كرمنا وكسبنا هنفرح ونتبسط يوم أو معرفش عندنا مطش الحد تقريبا أو الاتنين مش كده هتفرح يوم وتاني يوم هتشتغل عندنا الحد طيب مع الجونة في يوم الخميس ربنا كرمنا وكسبنا هتفرح الجمعة لو قدرت تفرح وبعدين السبت هتشتغل عشان الجونة يوم الحد وتنتقل لمباراة أخرى وتنتقل لدوري آخر أو لبطولة أخرى لقدر الله اتغلبنا هنعمل ايه؟ ولا حاجة هنوقف مع فريقنا وحنفضل ندفع على فريقنا وبالمناسبة إن شاء الله يوم الجمعة على الهواء مباشرة هكون موجود مع حضراتكم من الساعة 9 بالليل لغاية لما نشوف هنوصل للساعة كام ما عنديش مشكلة سواء ربنا كرمنا وكسبنا أو لقدر الله حصل أي حاجة أنا هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لأن اللعيبة دي تستحق مننا وقفة كبيرة جدا اللعيبة دي هو علي معلول الوقفة اللي حضر والله والله أنا رحت النادي النهاردة تحديد أنا عشان أشوف وش عليه معلول بس وأشوف وش الشناوي هو مبسوط وأشوف وش مجد أفشا وشريف وهما مبسوطين هما مش مبسوطين بالمناسبة هما بس حاسين إن إحنا قسرنا بس الجمهور وقف في ظهرنا جمهور الأهلي في ظهره جمهور الأهلي في ظهر النادي الأهلي وفي ظهر لعبة النادي الأهلي كل اللعبين اللي حضراتكم شايفينهم دول أنا متأكد أي حد يلعب تشكيل والتاكتك وهنمشي إزاي وحنلعب إزاي والأمور هتمشي إزاي وكل حاجة كل ده هنعرفه إن شاء الله يوم الخميس لكن مسند ودعم جمهور النادي الأهلي هو الأهم في كل شيء خلال هذه الفترة لأنه مهم جدا 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 اللي بيحصل لأنه النهاردة تحديدا وعلى مدار اليوم ضرب 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 في كل حاجة وحاجات بتطلع مش في وقتها وفرقها على السوشيال ميديا وكلام كتير جدا مغلوط ضد النادي الأهلي واخدين بالكم إمتى قبل المباراة بـ 48 ساعة أقل من 48 ساعة كمان مباراة أهلي أمام زمالك يوم الخميس في نهاية كاس مصر في نهاية موسم اللي فات كلها كلها أنا مش بقول حاجة واحدة ومش هتكلم فيها أنا حنفي إن هناك أو حقول إن هناك أخبار وشائعات وموضوعات الغرض منها فقط حاجة واحدة حاجة واحدة فقط إفقاد النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي تركزهم قبل ساعات من مباراة الزمالك إن شاء الله أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن في حروب كتيرة وحروب شرسة على النادي الأهلي وكأن نجاح النادي الأهلي وسيطرته على البطولات كما هو معتاد يعني من ساعة معرفة مصر كرة القدم الحقيقة بيزعج البعض الناس مش عجبها إن الأهلي مسيطر على البطولات سواء محلية أو أفريقية خد بال حضرتك شوفت اللي حصل في أفريقيا كذا دلوقتي عايزين نحضر للمباراة اللي جاية عايزين نشوف إيه اللي héحصل في المباراة اللي جاية عايزين ندعم لاعبين أمبارح دعمنا أربع لاعبين أنا مبدعمش إلى الأربع لاعبين دول أنا بدعم خمسة وتلاتين لاعب في الأربع لاعبين دول كلهم الحقيقة كلهم امبارح يستحقوا كل تحية كل الاحترام كل التقدير أخبار برضو بتحاول تزعزع استقرار الفريق لأيه دا النهاردة مثلا يعني مش عارف الواحد يتكلم في المواضيع دي ولا ما يتكلم ولا ما أنا عارف وحيات ربنا بس لازم هتكلم فيها عشان جمهور النادي الأهلي يتطعم اتحاد الأفريقي اللي كانت تلقانا بيقولك الكاف يعني بيدرس رفض اعتماد قائمة الأندية الأفريقية اللي المفروض تشارك في بطولات أفريقيا النسخة القادمة واللي بعثها اتحاد كرة القدم وهي مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال أولا أولا وفيوتشر في بطولة كونفيدرالية ودوري الأبطال يبقى دوري أبطال من غير النادي الأهلي والنبي والنبي دا كلام دا كده دي من غير مشرح حاجة دا بيني وبينكو كده كأهلوية تخيل كده دوري أبطال أفريقيا من غير عملاق أفريقيا الكاف نفسه هيخسر بالمناسبة يعني آخر ست نهائيات أنا ما بقولش أي كلام آخر ست نهائيات الأهلي لعب منهم كام؟ من 2017 لـ 2022 النادي الأهلي لعب خمس نهائيات دوري أبطال أفريقيا خمسة من ست بطولات خدنا منهم اتنين ووصلنا نهائي أو خدنا تلاتة كمان واخسرنا اتنين خدنا اتنين واخسرنا تلاتة أنا آسف تخيل حضرتك كده أفريقيا كلها يعني أفريقيا كلها هتزعل عن أن النادي الأهلي مش موجود ده مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم فطبعا دي كل هذه الأمور والله يا جماعة أقسم بالله دي كلها شائعات الغرض منها فقط فقط أن النادي الأهلي يخش مباراة يوم لعبت النادي الأهلي تخش مباراة يوم الخميس القادم وهي بتفكر في مئة حاجة تشتيت 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 ده اللي ذاته غطى أنه هناك بعض الأندية بتعترض على هذا الأمر كل واحد حره كل واحد بينظر لمصلحة ندي من وجهة نظره من إمتى يا جماعة بس الكلامت من إمتى يا جماعة الكلامت فالحقيقة هناك بعض التسريبات اللي جاية أو اللي طالعة من اتحاد كرة القدم لأنه الناس بتقول لك الفرق يعني اللي بتحاول تعمل الخصة أو الشوشرة دي بتحاول تعمل كده ليه لأنه بتقول لك عدلة عدلة إيه هو العدالة أن أي فريق يطلع أو يصل إلى دورة أبطال إفريقيا من غير ما الفريق الثاني يكون مكمل مباريات لعب مباريات قدك مثلا يعني هي دي العدالة هي دي العدالة اللي حضراتكم تبحثوا عنها يعني ولا أنا مش فيها ولا العدالة إننا ناخد آخر حاجة حصلت فيها وتعادلت فيها المباريات اللي هي نقطة اللي هي نقطة نهاية الدور الأول وبعدين السؤال يا جماعة ما هو قائمة الفرق المصرية المشاركة في بطولة الإفريقية معمول بيها بقالها أربع سنين يعني بقالنا أربع سنين بنختار كده هو إيه اللي حصل السنة دي طيب وهو لما حصل كده السنة اللي فاتت من الاتحاد المصري والاتحاد المصري أرسل اسم المصري للمشاركة في الكونفدرالية في حين نسموحها هو صاحب المركز الرابع المعيار اللي حضرتك بتتكلم عليه أنا لعبت 17 مباراة زي كل الفرق ومع نهاية الدور الأول النادي الأهلي يحق له المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا مش بس كده أنا كمان لعبت كل الفرق القوية زي مالك بيرامتز فيوتشر سموحة فلو زي ما حضرتك بتقول عايز القائمة ترسله من وتروح للكاف يوم واحد وثلاثين حيكون فيها ظلم للأهلي لأنه حيكون فضله مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي يا جماعة والله إي ده عبس عبس الناس عملة تقول أي كلام في أي كل واحد طبعا معربش أنا خلينا أتكلم على النادي الأهلي مش عايز أدخل نفسي في القصص ثانية لكن هل العدالة أن أنت تروح تلعب في دوري أبطال إفريقيا للأهلي سيده للأهلي سيده أو متسيده كمان هو سيده ومتسيده هي دي العدالة هل أنت تروح تلعب بمباراة أقل هي دي العدالة هل ده كلام يتقال وبالمناسبة هو النادي الأهلي الفريق الوحيد اللي كان متأجله أكتر من أربعة مباراة طبعا ما حدش هيفهم الظروف دي لأن ما حدش وصل زي ما النادي الأهلي وصل لأنه لم يشارك أحد الأندية المصرية خلال أو منذ إنشاء كاس العالم للأندية وحتى الآن إلا نادي واحد بس مين من ألفين وكم من ألفين ولا ألفين واحد ألفين واثنين لغاية دي الوقت مين دي دي الأهلي حضراتكم بتزايدوا على إيه طب سبنا من كل ده وفقا لقوانين الكاف بيعتمد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وفقا لإيه لما يقرروا أو لما تقرروا للتحادات الأهلية ودي حاجة الكاف مش بيدخل فيها يعني اتحاد كرة القدم بعت الأربع فرق أهلي وزمالك في دوري الأبطال وبيرامدز وفيوتشر في الكنفدرالية هو ده اللي هيصل زي ما حصل خلال التلات أربع سنين اللي فاته كافة بيدخلش لو الدخل عايزينه ليه يتدخل ليه المراد أنا مش فاهم ولا هو أي حاجة في أي بطاطس قبل المباراة مهمة وخلاص وبيني وبينكم يعني الواحد بيشوف زي ما بيقول لحضراتكم الموضوع ده تحديدا أنا بس حبيت أتكلم في الموضوع ده علشان حضراتكم تعرفوا إيه اللي بيحصل مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة هو فيه كده في الدنيا حرب شرسة من كل الاتجاهات كل ده عشان ايه Historical عشان كل النادي ده اللي بياخد بطولات أفريقيا وبياخد دوري وبياخد حتقول لحي hotel ما خلاش الدوري السنة اللي فاتت يا سيدي بقى لها الدور السنة اللي فاتت أنا واخد اتنين واربعين بقى لاش الدور السنة اللي فاتت تاني خدت أفريقيا ماشي ولعبت في كاس عالم ماشي أنا لو قفلت النادي عشر سنين تاني حقول الكلمة دي تاني لو قفلت النادي عشر سنين اللي جاي حيبقى يعني حنفضل ونمنا وصحينا محدش هيعدي نادي الأهلي برضو والله ما بستخفش ولا حاجة دي الحقيقة عبس بيحصل وجهل باللوايح والقوانين واستخدام سيء لسوشال ميديا وتستخدم أحيانا من بعض من لا يشجع النادي الأهلي لخرق حقوق النادي الأهلي وخصوصيته فيه يا جماعة ليه كل الحروب دي على النادي الأهلي ما تكسبه بالعرق زي ما بيتقامش تكسبه بالعرق لكن أنا باعتبر اللي بيحصل ده مالوش وصف غير انه هو يعني جهل إداري مش عارف مش فاهمة مش عارف الحقيقة الواحد يقولي النادي الأهلي احنا مش هلسكت أنا بس مش قادر كمان أتكلم أكتر من كده في هذا الأمر لأنه الحقيقة القوانين واللوايح واضحة ولكل حدث حديث زي ما دايما بنقول لحضراتكم عندنا مباراة مهمة ومرتقبة والناس كلها تنتظر هذه المباراة بس أنا حبيت أتكلم في هذه النقطة واجيب لحضراتكم الأستاذ أحمد عبادة في قصة تذكارتي دي علشان نعرف برضو إيه اللي بيحصل وزي ما قلت لحضراتكم بأي أسئلة بعتولي بعتولي على الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي دلوقتي لو أي حد بيتفرج علينا وعايز يسأل الأستاذ أحمد حبعت له لو يقدر يرد علينا حقول لكم كل الأمور اللي حضراتكم عايزين تعرفوها دايما بنكون معاكم ولكن النهاردة الحقيقة حاجة مهمة جدا حبة كريز النادي الأهلي حبة كريز النادي الأهلي لما أجي أقول كده واسكت هتقولولي عمر السلية صح؟ هتقولوا عمر السلية عمر السلية ده واحد من أهم وأفضل لاعب خط الوسط سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر لفترات طويلة جدا جماعة اللعبة دي يا ما فرحتنا اللعبة دي يا ما أسعدت جمهور النادي الأهلي اللعبة دي يا ما جابت بطولات للنادي الأهلي ولسه هتجيب إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي كل يوم زي ما قلت لحضراتكم هناخد ثلاثة أربعة من لعبة النادي الأهلي نقول لهم إحنا بنحبكو وإحنا وقفين في ضهركو لغاية ونديهم جزء من حقهم من خلالنا من خلال البيت الكبير النجمة عمر السلية رمانة ميزان القلعة الحمراء وواحد من عازفي المزيكة داخل النادي الأهلي الكرة في رجلية حبة تتفرج عليها متعة مين ينسى الربون الحاجة اللي اتعملت دي في مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول السست عالمي لمحمد شريف الحقيقة مش أنا اللي اتكلمت عنه وسائل الإعلام العالمية اتكلمت عن أهو اللي حضراتكو شايفينه قدامكو ده هتهم الأول عم سمير طيب بس عشان الناس تستمتع بعمر السلية واللي بيعمله عمر السلية اهو تخيل حضرتك اهو وده هدف سلام عليك يا عمر سلام العالم كله اتكلم عن الحركة اللي حضراتكو شايفينها دي ريبونا على رأي احمد حلم ببص الحركة دي عمر السلية ظل دائما واحد من النجوم الكبيرة واللي حيفضل دائما جمهور نادي الأهلي واقف في ظهره مش هو الوحده كله زيه زي كل نجوم النادي الأهلي اللي احنا دائما كل يوم بنتكلم عنهم لا عليك يا سلية وحيفضل دائما عمر السلية واحد من الممتعين للنادي الأهلي او من لعبة النادي الأهلي زيه زي بقية اللاعبين الحياة احنا مبالح تكلمنا على أربع لعبين يستحقوا المسندة ويستحقوا الدعب علي معلول ومحمد الشناوي ومجدي أفشة وشريف النهاردة عمر السلية وايضا الصخرة القادمة او الصخرة الواعدة في دفاع النادي الأهلي اكتشف نفسه من الباب الكبير لما كيروش راهن عليه وكسب راهانه الحياة هو محمد عبد المنعم مدافع الفريق السلط واحد من اللاعبين الرجالة اللي ناشأ داخل جدران النادي الأهلي لشان كده هو عارف كويس قوي قيم التشيرت النادي الأهلي هنروح نشوف تقرير عن محمد عبد المنعم ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى طيب ده طبعا دول اتنين من اللاعبين اللي احنا بننتظر منهم إن شاء الله لو كان لهم نصيب ويلعبوا في المباراة القادمة نكون لهم دور كبير جدا مع النادي الأهلي سواء عمر السلية أو محمد عبد المنعم زي ما قلت لحضراتكم ايه التشكيل اللي حيلعب مين اللي حيلعب محدش لسه عارف ايه اللي ممكن يحصل ايه اللي في دماغ ريكاردو سوارش خلال الفترة اللي جاية لانها مباراة صعبة جدا جدا في توقيت صعب في توقيت صعب خصوصا لما زي ما قلت لحضراتكم انا دايما لما باجي اتكلم بحب اتكلم بالأرقام لما بقى لاعب اكتر من سبعين مباراة في الموسم الواحد لازم كله يسكت لازم كل الناس بعض ما لا يشجع نادي الأهلي لازم يسكت جمهور الأهلي يعمل لو هو عايزه وقال له هو عايزه ما بينهم ما بين لعبته ينتقد أداء ينتقد زي ما هو عايز يعمل لو هو عايزه لانه في الاخر بيعقل الأمر وبيفهم اللعبة دي تعبانت دي ايه واللعبة دي نفسها تعمل ايه لان لغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل زي ما بيقولوا دايما فبالتالي كل اللي بيحصل ده اكتر من سبعين مباراة فاقل من سنة فاقل من سنة اكتر من سبعين مباراة زي ما قلت لكم قول لي حد لعبة اكتر من خمسة وخمسين ستين مباراة في العالم كله في العالم كله ما حصلتش قديني بقول ثلاثة ياما هوا محدش بيقول لي حاجة حدش بيرد علي وما حدش بيبعد لي حد ليه لان لعبة النادي الاهلي اتناشر تلاتاشر بطولة اعتقد في سنتين تخيل حضرتك ان انت بتخش اتناشر بطولة في سنتين او اقل من سنتين بشوية تعب ذهني كبير جدا و تعب عضلي كبير جدا ان شاء الله كل ده يبقى مختلف يوم الخميس اللي جاي كلنا ثقة في لعبتنا كلنا هنقف في ظهر لعبتنا ما عندناش اي مشكلة مع اي حاجة هنفضل في ظهر لعبتنا و هنفضل نساندهم لان هم دول اللعيب اللي جابولنا كاس افريقيا و اللي جابولنا تلت عالم مرتين و كاس افريقيا مرتين و وصلنا نهائي في التالتة و حصل اللي حصل في المباراة النهائية زي ما حضراتكم عارفين يعني خسرنا بفعل فعل مش عايز اقول بس هذا الكلام لكن في النهاية كل هؤلاء اللعبون يستحقوا الاحترام يستحقوا التحية كل شوية هنجيب لحضراتكم حد من هؤلاء اللعبين نحييه ولو بكلمتين تلاتة نفسيا اللعيب النهاردة مستريحين احسن من اليومين اللي فاتوا مستريحين نفسيا تحس ان هم وشهم افضل نفسيا شوية من الايام والواحد بيتفائل و ده يدعو للتفائل خلال الفترة اللي جاية لانه اليومين اللي جايين مهمين جدا 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 في دعم حضراتكم وفي مسندة حضراتكم الدائمة هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن أخبارنا أخبار البيت الكبير بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين اتحاد كرة القدم بيقول رشحنا الزمالك والأهلي لدوري الأبطال وفقا لمعايير نتائج الدور الأول كشف مسؤول الاتحاد الكرة أنه تم إرسال خطاب رسمي للكاف يوم عشر يوليو الجاري لتحديد الأندال مصرية الأربعة المشاركة في النسخة المقبلة لبطولات أفريقيا وأكد مسؤول الاتحاد أن الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكذلك ترشيح بيرامدز وفيوتشر للكمفدرالية الأفريقية وفقا لنتائج الدور الأول أوضح مسؤول اتحاد كرة القدم أن الكاف لم يطلب تحديد معيار اختيار هذه الأندية ولم يعترض على الاختيارات كما يتردد كما شدد مسؤول اتحاد الكرة أنه تم إرسال الخطاب للكاف يوم عشر يوليو من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية بحيث تكون جميحة قد خاضت كل مباريات الدور الأول لأنه لو تم تحديد الأندية وفقا لترتيب جدول الدوري يوم عشر يوليو لكان ذلك ظلما للنادي الأهلي لوجود مباريات مؤجلة له عكس باقي الأندية المنافسة ليبتش حاجة من عندي زي ما حضراتكو شايفين لأنه بني وبينكو برضو يعني ما هو بالعقل واحد لاعب مثلا عشر ماتشاط والتاني لاعب سبع ماتشاط اللي لاعب عشر ماتشاط بيقول أنا عايز أروح دوري أبطال أفريقيا دلوقتي طب وللعب سبع ده طب لما يوصل عشر حتى يعني نشوف يعني وإيه السبع اللي أنا لعبتهم وإيه العشر اللي هو لعبهم أو العكس يعني أنا لعبت كل المباريات القوية مثلا مع كل الأندية اللي هي بتنافس على الخمس ست مراكز الأولى يعني لقى اللي لعب فيوتشر وبيرامدس والزمالك واسموحة مش هادي العدلة ولا العدلة العدلة اللي أنا روح دلوقتي تودوني يا أدوري أبطال أفريقيا دلوقتي هو دا اللي يحصل عشانا كسبت الأهل مثلا يعني طب ما فيه واحد التاني خسران وممتعادل مع الأهل والدوري مفتوح ما حدش عارف إيه اللي ممكن يحصل مين الأول ومين التاني ومين التالت الأول ممكن يخلص رابع والتاني ممكن يبقى أول والتالت ممكن يبقى أول حدش عارف الدوري لسه فيه النادي الأهلي فاضله 11 مباراة محدش عارف النادي المصري السنة اللي فاتت اللي لعب كونفدرالية خلص سادس سادس لكن هو في الوقت اللي كان بعد نهاية الدول الأول السنة اللي فاتت كان السنة اللي فاتت كانت لعبها مختلفة لكن كل الأندية لعب نفس المباراة تقريبا ونفس عدد المباراة ونفس تقل المباراة وما كانش بطل الدوري تحدد برضو وكان فيه منافسة طب ايه يا جماعة ايه الجديد يعني ايه اللي حصل جديد يعني ان انت كسبت القلي لسه بدري من يضحك اخيرا يضحك كثيرا من يضحك اخيرا يضحك كثيرا اخيرا ده مش يوم الخميس بالمناسبة اخيرا ده يوم 38 اخر مباراة نهائي كأس مصر عقد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الاهل والزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الخميس باستاذ القاهرة اقيم الاجتماع بحضور العميد علاء صلاح الدين واللواء هاني عبادة مندوبي مندوبي نادياي الاهل والزمالك بجانب ممثلي مختلف الهيئات المشاركة في هذه المباراة والرعاة والمسؤولين عن تذاكر المباراة هو بالمناسبة تحقيق ولجنة واللجنة توصلت الى توصيات والتوصيات دي كانت بتقول ان المدير التنفيذي للاتحاد اخطأ اخطأ في موضوع جواب المباراة النهائية وكابتن وليد العطار طالع بيتكلم او يعني كان موجود في اجتماع تنصيقي ما بين الاهل والزمالك يعني قلنا تحقيق وقلنا لجنة وقلنا حيحصل ايه اللي حصل لغاية دلوقتي في الموضوع ده حد فكر حد عارف حد حاسس حد يبقى متابع اللي بيحصل حد حيقول لنا ايه اللي حيحصل الفترة اللي جاية طيب مع كابتن وليد العطار حتشعرف حك البولندي شيمون مارتشنياك حكما لمباراة نهائي كأس مصر استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين شيمون حكما لمباراة حكم البولندي طبعا حكما لمباراة الاهل والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم ويبلغ ريمون 41 عاما ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011 بالمناسبة حكم عشر مباريات في دوري أبطال أوروبا في المسلم السابق منهم اربعة في الأدوار الاخصائية اعتقد مباراة ليفر بول وفياريال كان هو حكما لهذه المباراة امتاز يعني قوي شوية شكله بين لأمام حضراتكم أيضا مؤتمر صحفي غدا لتقديم روي فيتوريا في الاتحاد المصري يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمر صحفيا في الثانية ظهر غدا بأحد الفنادق القبرى بالتجمع لتقديم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بالمناسبة وفيتوريا وصل من شوية يعني وكان كابتل وليد العطار المدير التنفيذي اللي لاتحاد كرة القدم كان في استقباله وكان موجود كابتل وليد العطار اللي هي اتعملت لجنة وتوصيات وتحقيق وأثبت أنه هو أخطأ مش أنا اللي بقول اللجنة اللي قالت في توصياتها فالكابتل وليد هو قاعد مع روي فيتوريا اللي هو اللجنة قالت أنه هو أخطأ فيما يخص موضوع نهائي دولي الأبطال الإفريقي دولي الأبطال لما كان الأهلي طرف هو والوداد كابتل وليد موجوده معه فيتوريا وإن شاء الله يكون بعد بكرة أو بكرة مؤتمر صحفي لتقديم روي فيتوريا أيضاً عقد كلاتنبرج مع اتحاد كرة القدم لمدة موسم واحد سيبدأ عمله في أغسطس القادم الأهلي ينهي الاتفاق لضم الأمريكية جيمي نارد لتدعيم سيدات السلة قال الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم الاتفاق على التعاقد مع الأمريكية جيمي نارد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات في الموسم الجديد بناء على ترشيح الجهاز الفني وأوضح أن المجلس الإدارة مجلس دارة النادي وافق خلال اجتماعه أمس على التعاقد مع اللعبة الأمريكية في إطار خط التدعيم صفوف كاملة أو كافة فريق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنفسة على والفوز بكل البطول أيضاً في هذا الإطار إعارة ثنائي الطائرة إلى بيتروجيت والاتحاد السكندري قال كابت خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير أمس ناقش عدداً من الملفات الخاصة بقطاع النشاط الرياضي والفرق المختلفة وأوضح أن المجلس اعتمد الموافقة على إعارة ثنائي الطائرة محمد عثمان الحداد إلى بيتروجيت ويوسف مرجان إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابت المحمود الخطيب قد عقد اجتماعاً مساء أمس بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة بيقول كل التقدير للرئيس على دعم الدائم تقدم الدكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم الدائم للرياضة المصرية وتحفيزه للمنتخبات الوطنية ومتابعة نتائجهم وحثهم على تقديم أفضل العروض وتحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف المنافسات كما أعرب وزير الشباب ورياضة عن خالص امتنانه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرص سيادته على حضور مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وانتهت بفوز المنتخب الوطني على منتخب الرأس الأخضر ليحصد اللقب الإفريقي الثامن في تاريخ مشاركة الفرعنة بالبطولة وهنى الدكتور أشرف صبحي لاتحاد المصري لكرة اليد والمنتخب الوطني بالفوز بالبطولة الأفريقية وإضافة إنجاز جديد في سجل الرياضة المصرية مثنيا على الأداء اللجنة المنظمة للبطولة والخروج بكل المباريات في أبها صورة ألف مبروك طبعا لمنتخبنا لكرة اليد الفوز بالبطولة أمم إفريقيا بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد وإن شاء الله في 2024 مصر ستنظم بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة كل التوفيق لمنتخب اليد منتخب الفرحة الحقيقة دايما بيفرحنا منتخب اليد ويخليني نرضى سعداء ومبسوطين بكل الأداء اللي بيعملوه الحقيقة ألف ألف مبروك وألف ألف مبروك لكل الشعب المصري هذا الأداء الرائع لمنتخب الهندبول برضو لو أي من حضراتكم عايز يبعات لي أي حاجة تخص شركة تسكرتي زي ما قلت لحضراتكم أنا في البعض الحقيقة بعت لي برضو هنا على الصفحة كابتل إسلام نسي يسأل مسؤول تسكرتي أهم سؤال ما هو الوقت الذي يستغرقه استغراج عضوية المشجع في تسجيل بياناته هل من الممكن المشجع يغير الفريق اللي بيشجعه على الموقع ده على تويتر حد بعت لي لأنه ممكن يبقى سهل المشجع نادي منافس يدخل يسجل بياناته إنه مشجع للأهلي وبكده يحصل على تسكرات المنافس كل ده أنا حبعته حالا للأستاذ أحمد عبادة علشان يرد على أسئلة جمهور النادي الأهلي وأيضا الأستاذ أحمد فؤاد كان بيسأل يالت الأستاذ عبادة يفصل لنا إزاي جماهير المنافسة بتدخل بعداد مضاعفة هو فصر ده أستاذ أحمد على الهواء من شوية وفصر ده في كلامه أي أسئلة حضراتكم عايزين تبعتوها بعتوا على الصفحة الرسمية للقناة بس كون أسئلة يعني ما تقلتش في المقدمة مع الأستاذ عبادة علشان لو في أي أسئلة هنجمعها كلها ونبعتها له عشان يقدر يردلنا عليها مرة واحدة علشان يبقى جمهور النادي الأهلي متطمن إن كل شيء ماشي بشكل جيد خلال قبل مباراة الأهلي والزمالك القادمة هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل عندي الحقيقة نجم مختلف نجم متميز نجم هنسمع منه كل حاجة وتسمع منه وإنت واخد منه الكلام ومتطمن كابتن مجد طلبة هذا النجم الكبير العصر أجيال كثيرة جدا مع المنتخب الوطني المصري ومع النادي الأهلي الحقيقة واحترف في اليونان واحترف في دوريات كبيرة جدا كابتن مجد طلبة واحد من اللاعبين اللي تقدر تاخد كلامه بشكل جيد جدا جدا إيه اللي هيحصل في المباراة اللي جاية الاستعداد كانت دايما بتبقى لمثلها دي المباراة إزاي إيه اللي حنفهمه أو إيه اللي الكابتن شايفه كابتن مجد شايفه خلال الفترة السابقة بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمال الكلام مهم وكلام كتير جدا هنتكلم فيه مع النجم الكبير كابتن مجد طلبة ولكن بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين النهاردة عندنا في البيت الكبير ضيف من نوع خاص من جيل عمل أشهر منتدى محلية الحقيقة في تاريخ كرة القدم المصرية شباب كتير بيتفرج على قناة النادي الأهلي أكيد عارفين إن تاريخ النادي الأهلي إن سنة 96 النادي الأهلي كان متأخر في الدوري فرق 13 نقطة فرق كام؟ 13 نقطة الجيل ده في النادي الأهلي خد الدوري خد الدوري مش مثلا لا خد الدوري في هذه الفترة إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل ووجهة النظر الفنية في هذه الأمور معنا النجم الكبير الكابتن مجد طلبة ذلك كابتن مجد يعني بيه كابتن سليان مشارك منور سعداء جدا موجودك معنا الله يخليك مشارك بيه كله تمام؟ كله الحمد لله الحمد لله عشان الجيل الجديد طبعا أنا عرف أن حضراتكم عارفين الكابتن مجدي ولكن نزيد التعريك بالكابتن مجدي نطلع نشوف هذا التقرير عن نجد كبير مجدي طلبة ونرجع نكمل مع حضراتكم لم يكن مجدي طلبة كسائر اللعبين الذين خاضوا تجربة الاحتراف الأوروبي ثم حققوا حلم اللعب للأهل الذي ينتمون إليه ويعشقونه مهما طالت رحلتهم بعيدا عن أسواره انضم مجدي طلبة للأهل بعد رحلة احتراف عظيمة بدأها في صفوف باوك اليوناني وكان قائد فريقه في كأس الاتحاد الأوروبي مطلع التسعينيات ثم بطلا للدور والكأس في بلغاريا بقميص لافسكي سوفيا وبطلا للدور القبرصي مع آنورسوثيس فاماجوستا عام 1995 قدم مجدي طلبة أحد أفضل مواسمه الكروية مع الأهل في موسم 96-97 عندما نجح المارد الأحمر في عمل أشهر ريمونتادة محلية بالتتويج بالدوري بعدما تأخر خلال الموسم بفارق وصل إلى 13 نقطة عن الزمالك واستطاع أن يفوز بالكأس على حساب الجيل الذهبي للمنصورة والذي حل ثالثا في ترتيب أندية الدوري خلف الوصيف الأبيض مجدي طلبة توجى بالدوري ثلاث مرات متتالية مع الأهل وكذلك لقب لكأس مصر ولقب للبطولة العربية للأندية ولقبان للسوبر العربي وظل أحد الأسماء التي يعشقها الجمهور الأهلاوي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى كابتن مجدي وإحنا بنتفرج على التقرير ده يعني أهم ما يميز هذا التقرير الوضع اللي إحنا فيه والوقت اللي إحنا فيه كمان الفترة اللي حضراتكم كنت متواجد فيها قبل الاحتراف يعني كان 13 نقطة فرق ما بينك وما بين الزمالك ولا كان الزمالك آه في ذلك الوقت كان الزمالك والنادي الأهلي قدر ياخد أهم الزكريات اللي تقدر تكلمنا عنها في هذه الظروف اللي إحنا فيها طب هي أو اللي يبيجي في دماغك أولا كانت الظروف متشابهة بشكل كبير جدا طبعا الفرق دلوقتي مش لسه موصلش 14 بنت مش هيوصل مش أعبار كده إنما هي القصة كلها في أنه الزروف المتشابهة جدا هو التعامل الفانس مع اللعب جمهور بس ما كانش فيه ضغوط سلبية كان فيه ضغوط والضغوط إيجابية إن إحنا لازم نكسب وإن إحنا ما ينفعش إن نبقى في الوضع دوت ولازم نخلي بالنا وكان فيه ضغوط من الميديا حتى من الميديا الأهلوية أوكي في الوقت ده آه يعني أنا فاكر كويس جدا إبراهيم الميسي أوكي كان في الأخبار وكاتب عمود كاتب الزمالك يلعب بروح الفانيلا الحمر الزمالك يلعب الزمالك يلعب بروح الفانيلا الحمر أوكي راح جاي كابتن ثابت جايب لنا العمود ده الله يرحمه ورح أطت كده خطوط صفرة بالماركر الماركر قاعد ي علمهلنا كده ورح أطهرنا في الأوضة وقبل من ندخل الأوضة هكاباتي نتعالوا تفضلوا وشوفوا فكل اللعيب بقى يدخل يبص كده ويقرأ ويرجع تاني يبص ويقرأ ويرجع هذا كان السوشيال ميديا ساعت كل واحد يخش ويره طيب يخش ويره طيب طبعا إبراهيم يكتب ده من حبه للنادي وأنه في مشكلة جوا النادي طبعا هي القصة ما كانتش عدم الروح أو ضعف الروح في العيبة النادي الأهلي قدم أنت ورد جدا يكون في الوقت دوت في عدم توفيق في قلة هارموني شوية أنا كنت لسه أنا جيت في السيزن دوت في ديسمبر تقريبا وكان صادف سوق حظ في بعض المباريات في بعض النتائج هارمون كان لسه جديد في التيم من أول السنة لسه فيه شوية حاجات كده بتتلخبك فيه أسباب كثيرة الإدارة تحدث جدا مع أنا فاكر أن الكابتن صالح الله يرحمه في الوقت ده يعني كان يظهر في الأوقات اللي إيه أنت عارف يعني مرة جلنا في القتيل وقال إحنا هناخد الدوري يعني بعد كنا وصلنا الفرق ده بتاعة الشبونت وقال هناخد الدوري فطوعا اللعيبة قاعدة ببصل بعضها مش من صعوبة الكلام اللي بتقال لأ من فيه سقة شديدة قوي إحنا هناخد الدوري يعني يعني تعارف هناخد الدوري فهو علشان عنده خبرات طويلة قوي ونقلها ونحن بننقلها لللي بعدين ففعلا حصلت إيه هي أن أنت أول ما بتبدأ تكسب وبالدب دب اللي قدامك بيقلق آه خلاص وانس أنا فاكر أن في السيزون الثاني السيزون الثاني برضو الناس مش واخد بالها من الموضوع وصل لفرق تسعة بونط يعني إحنا خدنا الدور لا السيزون اللي بعدي برضو بدأنا ومع الوقت بقى الفرق وصل لتسعة بونط لصالح الزمالي فإحنا كنا في المنتخب ففي معسكر معسكرات تلعت المنتخب حد من اللعيبة في المناز زمالي قال لي يطلع ورح شاتمني تسيبوا الدوري بقى وقالت لفرق تسعة بونط وتقول لي سيبوا الدوري مش مكسوف قال لي مساني فاتك أنا 13 هنا الثقة اللي بكلمك فيها اللي كان بيكلم فيها كابتن صالح واللعيبة واخداها وبتنقلها البعض طبعا هنا مهم جدا أن أنت ما تتزعزعش مهم جدا طبعا مهم أنت ما تتزبزبش المهم جدا أنت تبقى عارف أنت فين مهم حصل ما تسمعش عشان كده أنا كان كنت زعلان جدا من بعض لعيبة النادي الاهلي أنهما بيتأثروا بارح الحقيقة كان وضح تأثر على بعض اللعبين كان أكثرهم علي معلول الحقيقة يمكن عشان كان هو السبب في الهدف التاني أو لم يكن أداءه جيدا في هذه المباراة الأخيرة أمام بيراميدز لكن الحقيقة الجمهور اللي عملوا مع علي واللي بيحصل مع علي خلال هذه الفترة أنا شفت علي النهاردة قبل ما ينزلوا التمرين حالته النفسية أحسن كتير ده اللي نحن نستنين وجمهور ده اللي نحن نستنين لأن جمهور النادي الأهلي طول عمر ميزة النادي الأهلي الكبيرة جدا جمهوره لأن عمر جمهور النادي الأهلي مكان بيمثل أداة سلب أو نقطة ضغط سلبية على لعبة النادي الأهلي عمرنا ما شفناه وبالتالي لازم تستمر الحكاية دي والحدوتة دي بالرغم من ظهور أجهال جديدة وأنظمة جديدة وأنماط جديدة في التشجيع وكل ده على عرصنا إنما دايما بنقول back to the roots ما ينفعش إلجع للجزور بتاعتك جزور بتاعتك بتاعتنا الأهلي ما فيش جمهور بيتعدى على لعيب أبدا 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 أنا أفكر في مرة من المرات وإحنا بنتمرر حد شتم لعيب ترفص بشتيمة صريحة الجمهور نفسه اللي حواليه خرجوه خرجوه برا المدرد وأنا تذكر برضو مرة قبل كان نتحكت من الجيل اللي بعدك والقابلي المروق مجنة النادي الأهلي أن الكابت الخطيب كان متواجد في الوقت ده كان نائب رئيس النادي أو كان أنا أسف أمين الصندوق في النادي في الوقت ده وكان الفرقة خسرت الكاس تقريبا شادي اللي حكي لي على ماتزك وأحد الجمهور برضو انتقد مش شتب انتقد يعني مثلا قال لازم تشد حلك أكتر ولازم تعمل أكتر فاللعيب هو قال طبعا اللعيب مين بس أنا اللعيب نفسه تأثر تأثر وسيخن فرايح للجمهور فالكابتن ميسكو كان موجود معهم لابس وموجود ساعتها في الفترة دي قال لهم قال له الجمهور يعمل اللي هو عايزه طالما لحق لحق فدي نفس الفكرة برضو احنا فيها الحلو وفيها المر ولمر بتاعها خلي بالك الجمهور برضو عايز أن أقدي له يعني معلومة هو عارفها أكتر مني أكتر واحد أكتر واحد بيبقى زعلان على ضعب نقطة أو ضعف مستوى أو إيه أو إيه التوفيق هو اللعيب طبعا أكتر واحد في الدنيا وبيعاكن على المعاه في البيت وعلى حوالي إصحابه اللي حوالي وبيعاكن على نفسه ومعاكن أن الدنيا كلها حوالي ما بيستحمل أي حاجة تصار حوالي تزود الضغوط عليه نعم إحنا عايزين عايزين الضغوط تبقى عايزين زي ما بيقول مش إحنا بنقول للجمهور مش فيه لفظ على الجمهور اسمه المسندين إحنا عايزين المسندين وأعتقد أنه وقتهم اللي جاي مهمة جدا بالنسبة لتيم اللي موجود حاليا في الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ده أكتر وقت لازم الجمهور يساند فيه اللعيبة وفي نفس الوقت اللعيبة لازم تساند بعض ولازم كل واحد يعني يكتروا الأعداد مع بعض كتير جدا يخرجوا مع بعض كتير جدا يسيبوا أهل بيوتهم شوية يمنع خالص يأكلوا هنا يعملوا جروب كبير ويخرجوا مع بعض حتى لو عايزين يخرجوا بأهل بيوتهم يخرجوا يخرجوا نفسهم من الأجواء السلبية ويدخل نفسه في النمط العائلي النمط الأسري بين التيم كله وبعض كله اللعيبة كلها مع بعض مليون في المية وبيضيك أريحية يخليك تنزل بيها ومش يخليك تحط في دماغك اللي بيتقال خالص إذا كان سلبي مش يخليك تفكر فيه خالص وهنعكس عليك إيجابي جو الملع هكمل كرامي مع كابت المجدي بس عشان أحد الأصدقاء ما يسمعها كده النملة المتوحشة قالت أن أنا نسيت أسأل مسؤولة أسكرت أهم سؤال ما هو الوقت الذي يستغرجه استخراج عضوية المشجع في تسجيل بياناته هل من الممكن المشجع يغير الفريق اللي بيشجعه على الموقع أنا سألت الأسلحية الأستاذ عبادة وهو رد علي قال لي الوقت اللي بيتم استخراج عضوية المشجع في تسجيل بياناته ده من يوم ليومين بالكتير من يوم ليومين بالكتير أما بالنسبة أنه ممكن يبقى سهل لمشجع نادي المنافس يدخل يسجل بياناته أنه مشجع للأهلي وبكده يحصل على تذكرة المنافس قال لي أنه في البداية أول خطوة بتجيلك الفان آي دي لما بتجيلك الموافقة على الفان آي دي بيجيلك الفرق اللي أنت 18 فريق اللي موجودين في الدوري حضرتك بتختار الفريق اللي بتشجعه مرة واحدة بس مش بتختاره كل مباراة يعني لو أنت مش بتشجع الأهلي واخترت الأهلي هتفضل تاخد تذاكر النادي الأهلي طول الوقت بس بس فما ينفعش تروح تاخد تذاكر الفريق اللي أنت بتشجعه اللي هو غير الأهلي فهمتوا حضرتكم النقطة دي فده كان رد الأستاذ عبادة على هذا الأمر وردين عليها الحقيقة كل الأسئلة اللي جاي لنا بتسأل الأستاذ عبادة مدير قدارة العمليات في شركة تسكرتي اللي حاولنا نسأله في هذه الأمور علشان نعرف إيه كل الأمور الخاصة بموضوع تسكرتي فيما يخص جمهور النادي الأهلي أي سؤال حضرتكم عايزين تسألوه ابعتولنا على الصفحة رسمية لقناة النادي الأهلي علشان حبعت للأستاذ عبادة ونسأله على طول في هذا الأمر ويكون الرد موجود طيب كابتن مجدي إيه الفرق في الدوري زمان ودلوقتي من وجهة نظرك الفرق الرئيسي الجواري جمهور تمام هذا هذا الفرق الرئيسي والجوهري نحن بنتكلم دلوقتي في العيبة يعني محن زي محمد شريف ما أعتقدش أنه لعب مباراة قدام جمهور كبير لفترات طويلة يعني هي متشاة المتخب يمكن ومتشاة أفريقيا بس مع النادي الأهلي إنما في الدوري العام أعتقد أنه من ساعة ما بدأ الدوري العام لأن شريف بدأ 2013 محمد شريف كان مثال على جيل يعني أنا أقصد محمد صح في أجيل كذلك عدة الفترة اللي فاتت وفعلت زي ما حضرتك ومشاهفوش الجمهور فالجمهور بيبقى عنصر مهم جدا لعيب الكورة ومتحفز جدا لعيب الكورة جوه الملعب دي نقطة النقطة التانية لا كل حاجة تغيرت تقريبا غالبا يعني نتجلب من الأدوات شكل الملعب ملاعب وستادات متميزة جدا وهيلة يعني ياريتنا نرجع نلعب تاني ياريتنا نرجع نلعب زي زمان طبعا ياريتنا نقدر نرجع نلعب تاني الحاجة الثالثة طبعا دي موجودة في لعيبة النادل الأهلي وفي لعيبة الكورة عموما الصدقات المهمة جدا العائلية بين اللعبة وبعضها دي مهمة جدا بتزود التألف وبتزود الانسجام بين اللعبة وبعضها أكيد مليون في المية نحن النقطة الاختلاف بقى حاجات تانية كتير شكل المسابقة عدد الفرق الجماهرية كانت أيامكم أكثر من الوقت يعني كان منصورة موجودة السنة لعبنا المنصورة وصلنا في الفاني الكاس كانت ثلاث دوري أو رابع دوري في الوقت دا كانت تيم قوي كانت منصورة تيم قوي في الوقت دا الفرق الفرق عموما كانت في الوقت القناة كانت فرق قوية جدا جمهوريش بينا موريت شبين كانت صعدت الدوري ولكنها هبطت في نفس السنة إنها كانت من الفرق جامهرية أنا أعتقد أن الفرق لم يكن جامهرية فقط هي المقاولين العرب والألمونيوم تقريباً كان معنا في السنة دي في 95 تقريباً هم دول الفريتين لكن بقيت الفرق كلها كانت كان المنصورة والمحلة والاتحاد والمصري والبلدية والأولمبي وأهل الزمارك طبعاً وكان فيه فرقة تقريباً دمياط فرقة شعبية كان فيه الشمس الشمس طلع السنة يدية لبعدها أعتقد لبعدها فما كانتش لسه في رأي الشركات مع إنها طورت جداً في الكرة طورت جداً جداً في الكرة ليه؟ لأنه مع دخول الشركات زادت زادت البدجت بتاعت الأندية وبدأت تضغط الأندية الشعبية والجماهرية لأنها تزود كمان البدجت بتاعتها أنا فاكراً أننا مش عارف أقول دولي ما أقولوش خدنا الدوري كلمنا كابتن حسن كنا احنا التلاتة كبار كلمنا كابتن حسن لأن نزود لنا المرتب شوية كابتن حسن كان رئيس النادي كان رئيس النادي لا كان نائب رئيس النادي كابتن صالح أما نتكلم في الماديات نتكلم مع كابتن حسن فطلبنا أننا قعدنا معه وقعدنا معه أنا وأسامة وشوبير كابتن أسامة عرابي كابتن أحمد شوبير وشوبير وكان حسامو بريد قعدنا الخمسة قعدنا مع بعض فقلنا ركبتن نريد أن نزود المرتبات المرتبات بتاعتنا قالوا أنهم تقبضوا كم 1500 جنيه كم؟ 1500 جنيه 1500 جنيه فقلنا له أنت شايف الدنيا أول فقلنا هتقولي 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 أكثر نادي بيقبض وأنا هديكم أعلى منه فقلنا له فما أنت عارف أني مفيش أكثر نادي في الدنيا فالمهم يعني في القصة دي ما زي العادة ما عرفناش ناخد حق أول بضل مع كابتن حسن وتمام بأريحية جميلة جدا وكل حاجة ورجعنا واشتغلنا وخدنا الدورة بعدية وخدنا الدورة بعدية طبعا كانش عندنا مشكلة في القصة أن احنا نلعب أنا فكرة ده من الحاجات أو من العادات الجيدة جدا أن أنت تقعد وتقول عندك وفي الآخر لو مدي يقدر يلبي كان يلبي كانش في مشكلة وكانش في مشكلة خالص نحن متعودين حضراتكم على كده لا ما فيش ونبعندناش مشكلة أن تطلب تعد عشان تقول وجهة نظر وخلاص وفي الآخر بيتقلك الرد والرد بيتقلك اقتنعت به ما اقتنعتش به هو ده الرد هو ده الرد ده اللي احنا هنشتغل عليه مظبوط أنت كلعيب داخل المنظومة ما تقدرش تشز عن المنظومة ما يفعش تشز عن المنظومة ده مهم جدا 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 إنما لما تكون بتتكلم لحاجة فردية لوحدك برضو بيتبقى بأليه قواعد معينة بشكل ومعروف وباحترام وبتفاهم وكل حاجة جدا واتفقت ما اتفقتش برضو كل العلاقة مستمرة وزي ما هي ما فيش مشكلة خالص كابتن ماجدي عايز أخذك في الفريق دلوقتي لأنه رأك في حمدي فاتحي مثلا اللعب كويس طبا لا حمدي فاتحي كويس كويس جدا كمان مش كويس بس من اللعبة المميزة لعب مؤثر وبعدين بيلعب بأكتر في أكتر من مركز يعني حمدي لو لعبته مساك هيشتغل كويس جدا لو لعبته بين المساكين من تحت في الثلاثة هيشتغل كويس جدا لو لعبته زي ما بيلعب دلوقتي الديفندر هيشتغل كويس جدا لو طلبت منه لو طلبت منه نواحي الهجومية أو بعض الوظائف الهجومية هيشتغل ويبقى كويس جدا لو بيعب دماغه كويس بيجي دل تسديد بيعرف يباصي لا عنده سرعات عنده تسارع 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 اللي هو يبدأ من من واحد لعشرة مش مرة واحدة لا بيزيد بخطوات متسارعة فده دي عنده عنده مش عند اللي حواليه عنده فيقضاء لا حمدي مدعيبة المميزة جدا طيب حمدي فتحي رمانة ميزان خط وسط النادي الأهلي تقرير عن حمدي فتحي وفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن مجدي طلبة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن مجدي جالك ميسج دلوقتي من صديقنا العزيز هاني إدريس من اليونان رئيس رابطة الجمهور الأهلي في اليونان قل له وحشتنا جدا وجمهور باوك مش نسيك لغاية يوم نهازا منتظرينك في أثينا وسالونيكا كابتن مجدي أحسن لعب أجنبي في تاريخ نادي باوك في القرن العشرين انت يا كابتن مجدي ما تعرفش أو يا انت مش عارف يا كابتن إسلام أنا فرحت قد إيه باستضافتك لكابتن مجدي طلبة محبينك في اليونان وفي كل حتة يا كابتن مجدي دايما أنا خليك يا كابتن إسلام كابتن هاني إنسان جميل المصريين دايما انت عارف في الغربة الدنيا أنا لسه للأسف ما حاضرتش أشرف إنه قابله إنما هو بتابعين بعض على الفيسبوك بقى أنا فترة هو مقيم هناك دايما الواحد بيحب المصريين هم عاشين برا يحب يترسلوا مع بعض ويعرفون أخبار بعض أيوه كابتن مجدي مجموعة اللاعبين اللي موجودين في الوقت الحالي الحقيقة وكان لهم دور عظيم من خلال الأربع خمس سنين اللي موجودين اللي فاتوا يعني في التحيير بطولات مع النادي الأهلي زي بتشوف بقى في عصر السوشال ميديا انت في مباراة بتبقى في سبع سامة وفي مباراة تانية في سبع أرض ما إحنا غايب عندنا التقييم الصح لأن إحنا خلينا نقول مجملاً إحنا شعب عاطفي نعم المصريين كلنا شعب عاطفي بنكسب مكسب بتبقى كل الدنيا كويسة وحلوة ما فيش مشكلة خالص ما عندناش أي أخطاء ما بنشوفهاش أو بلاش نقول ما بنشوفهاش بنتغضعنا نفرح بقى أو بنلعب ماتش يوحش مش شايفين غير كل السلبيات اللي في الدنيا ده غلط في الكورة عموماً أو في رياضة عموماً في الكورة بالذات مش صح لأنك لازم تتعود لازم نمرة واحد أنا أنا في شغلي أنا مثلا في التدريب ما بكلمش لعبتي على الإيجابيات غير تاني حاجة ثاني حاجة والأول الثلبيات اللي حصلت في المباراة ليه عشان ما تتنسيش أوكي عشان المشاكل دي لأنك الإجابات اللي أنت عملتها هتتمرن عليها وهو أنت عارف الإجابات اللي أنت عملتها أوكي إنما الثلبيات ممكن يكونش أواخد بالك صح فلازم أنا أحط لك فوكس عليها أحط لك على تحتها خطين عشان تفتكرها وأشتغلك عليها عشان تخلص عشان ما تتعملش ليه أنت بتبقى دايما في حالة عايز دايما تتطور عايز دايما في حالة تطوير عايز دايما نفتكر كده ليفربول مثلا كمثال كده السنة اللي بعد ما خد فيها الدوري كان ضرب غطس في الأول صح آه رهيب وما كانش داخل لغاية أخر أربع خمس أسابيع مش داخل الشامبينز ليك تحت حصلت تفرة السنة دي كمل لغاية كده ودخل بدأ التصحيح بتاعه في أخر الأربع أسابيع خمس أسابيع دول ووصلت الشامبينز ليك السنة اللي بعدها اللي هي الموسم اللي فات ده بينافس لغاية أخر السنة بشكل جديد كل ده ليه عالج الأخطاء لأنه شايف الأخطاء وعالجها فإحنا إحنا جمهورنا لازم يخلي باله من دي ولعبتنا تخلي بالها من دي وأكيد الفترة اللي جاية كل لعيب عنده خطأ بيحاول يتغاضى عنه والجهاز الفني على أعلى مستوى اللي موجود المفروض بيصحح الأخطاء دي كلها وإن شاء الله بإذن الله نبقى في الطريق اللي احنا عالي معلولة كابتن تقررد اليومين تلاتة اللي فاته لحاملة كبيرة جدا ولكن كيف هيستغل بقى عالي معلول من وجهة نظرك طبعا أنت كنت يعني ما تلعبش باكلفت لكن يعني بتلعبش مالك يعني يعني فأستغل كيف يستغل بقى عالي معلول خبرته ودوره المهم كلاعب من اللاعبين الكبار في الفرقة شئنا أم أبينها عالي معلول من 2016 على ما اتذكر كام سنة وثمن ست سنينة اهو في النادي الأهلي وبالتالي له دور مهم ققائد من الموجودين أنا لو من علي ما قلقش خالص ولا من جمهور ولا من أي حاجة بس الحمد لله زي ما قلت أصل علي ليه رصيد واللعاب اللي ليه رصيد ما يقلقش ما يخافش رصيده طويل وكبير يعني الخطأ المرة اللي فاتت مش مشكلة وعلى فكرة حتى الانتقادات زي ما خد كل الشكر والسناء اللي حصل له والإشادات اللي حصلت له من كل الجمهور المصري عامة وجمهور النادي أهلي خاصة فهو أكيد داعب محترف ومثقف ويقدر كويس جدا يستوعب أن الفترة اللي فيها اللعيب بيبقى فيها درب بيستحمل الموجود وبيشتغل على نفسه عشان يرجع ويشتغل تاني مظبوط ما ننساش أن علي في بعض الفترات حصلت له إصابات ودي برضو من علي من البناء أدمين اللي حساسين شوية برضو بحربيض وتونس وعرب تفاهم؟ اللعيب العربي دائما نفس الكالتشر فهو المفروض أنه يخرج نفسه بسرعة من القصة دي والفرصة دائما موجودة ولو حصل مشاركة في الماتش اللي جاي هتبقى أكبر فرصة أنه يخرج من كل اللي موجود ده ريكاردو سوارش طبعا مش هسألك عنه لأنه ما حدش هيقدر يتكلم عن ريكاردو لكن كيف يتعامل في مثل هذه المباراة؟ المباراة القادمة المباراة النهائية هو في الوقت لده هكلمك هكلمك كراجل اشتغلت مع خواجات كتير هو أعرف الدماغهم بتفكر إزاي هو جاي يشتغل بأسلوبه بطريقة فورد جدا أنه هو عشان بقاله فترة قريبة وقصيرة فيبقى حاطت في ذهنه أنه هو مهما خطأ هيبقى عنده المبرر أنه لسه يدخل على التيم جديد فهيبدأ يعمل هيبدأ يشتغل بنفس الأسلوب اللي هو بيشتغل به اللي هو عايزه اللي هو عاوزه عشان سيستم عشان يستم الموضوع مش مهم عنده يخسر ماتش أو ماتشين أو تلاتة إنما في نفس الوقت يبقى عارف أن التيم ماشي على التراك اللي هو عاوزه مزبوط ما يعودش يطلع وينزل ويطلع وينزل دي بعض المدارس اللي بتشتغل كده همشي بالأسلوب بتاعي واخطأ النهاردة بكرة أقل الخطأ بعده أقل أقل وبعده يعني مع الوقت لغاية تم توصل 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 دي مدرسة هو هيبقى منها مش عارف المدرسة التانية لا أنا القصة دلوقتي عندي ماتش ببطولة نهائي ماتش ببطولة يبقى إذن هشوف إيه أحسن الظروف اللي تخليني أشتغل بيها الماتش ده عشان أخده وأكسب به البطولة اللي بيها ممكن المعنويات بتاع التيمي تعلق الجمهور بتاعي يبقى معايا أكتر من قبل كده وفي نفس الوقت أقدر أكمل بقية الماتشات اللي بعديها بشكل إيجابي وأفضل فهنا لازم أسمع للحوالية الدين هتبقى ماشي إذن المفروض إنه هو لغاية دلوقتي يكون شاف أكبر نسبة ممكنة من الماتشات اللي فاتت عشان يحط عشان يحط إيده على المفاتيح اللي ورد جدا نخلي بالك إسلام في نقطة مهمة فضل عندك هنا دايما الانطباع الأولاني بيدوم زبط فالانطباع الأولاني اللي هو خده من أول ماتشين ثلاثة على بعض اللعيبة في الوقت اللي هو جي فيه ممكن يبقى سلبي لو تفرج على الماتشيات اللي قبل كده ممكن تتغير وجهة نظره يقول لك لا ده أنا صح طب ما داك أنا هو ده عنده ده عنده الموضوع الوقت ده فيه ممكن يكون فيه واحد اتنين ثلاثة أربعة نبدأ نعالجها بالحوار مع التيم اللي معايا ونقدر نشتغل نشوف القصة دي تبقى فيها إيه من هنا هيحط إيده على اللي هو عاوز يعمله أو يفكر فيه أنت أني مدرسة يا كابتن فيه حضرتك يعني كمدير فني ماتش ببطولة لازم أشتغل عليه لوحده مهما حتى لو عكس أفكاري لو كل حاجة لو ماتش ببطولة تسعين ديئة ببطولة أو مية وعشرين ديئة ببطولة لازم أشتغلها الوحدية بالوضع اللي أنا موجود بيدي الوقت إنما لو في الدوري لأ هتأني ماشي أشوف بقى الدنيا ماشي ما أمشي زي ما أنا ماشي ببطولة إنما داماتش ببطولة دايما هناك عدد من اللاعبين أو عدد من المدير الفنيين بيحبوا مثلا ستوبر ناحية الشمال زي آيمن أش هذ بيسهل له جزء كبير من حتى بناء الهجمة أيما من مدرسة كورفر في مدرسة كورفر دايما واحد وإحنا بنعلم الولاد ومن أولادنا من صغيرين بنعلمه ازاي يلعب ازاي يبدأ معلوش من الليل اسم مدرسة كورفر لأيه مدرسة كورفر داي كورفر دايما كان مدرب عندنا نظاريات كورفر دايما معروفة في العالم كله كورفر أشهر مدرب ناشئين في العالم هو اللي غير مفهوم الكورة في العالم كله كورفر لأن الكورة من قبل كورفر كان الانتنين ما السكين بينطحوا ويديو شلاليت وحاجات كده والبكات من عندها تتحط الكورة في الحتة الفلانية وشكرا إنما مفاتيح اللعب والباكي الحرميف، كل ده كورفر كورفر علم اللعبة كلها تلعب كورة فجاءت المدربين عشان تستغل ده وبدأ ده يتطور معهم ويتطور ده في طور اللعب بدأ يبقى الباكي يخش ومالهاف فرص مالعب حاجان كتيرة يعني عشان ما نضيعش الوقت فأيمن عنده حتة البداية من تحت مظبوطة التشيب باس بتاعه مظبوط، اللونج باس بتاعه مظبوط أيمن عمل أكتر من أسيست في الفترة اللي فاتت دي كلها أيمن كان عنده مشكلة وستيل موجودة شوية بتروح وترجع على فترات بتروح وترجع على فترات إيه؟ أنا بشوف أيمن مركز إمتا؟ لما لايه التهور ألي عنده أعرف إن أيمن مركز أول ما التهور يزيد أعرف إن أيمن تعبان شوية أو مش بركز مظبوط مجهد اللي جاد عنده بيخليه يخش اللي جاد بيبقى زهني أكتر ضده يا كابتب من عضلي أو الزهني بيؤثر على العضل ما هو ده فيخليك تعمل الحاجات اللي أنت بتركز أنت بتعملهاش أيها بالضبط كده فهي دي القصة إنما أيمن أيمن طبعا العيب أثر بشكل كبير جدا في التيم في الفترة اللي فاتت وأنا أفضل إن أيمن نلعب مساك نحة الشمال لما نلعب بثلات أفضل كتير ونخلي معلول أو أي حد من اللي بيشتغل في الحتة دي لو المعلول مش جاهز يبقى هو نفسه يقدر يبقى مغطي ومقافل للدنيا كويس ومؤمن وتبقى الدنيا سهلة جدا ولما شتغلناها فترات طويلة كان مؤثر بشكل إيجابي جدا وممكن يبقى هو مفتاح لعب جاي من تحت خالص ما حدش أخذ باله منه بتفرق كتير جدا أيمن أشرف واحد من أهم اللعابين في نادي الأهلي ناحية الشمال خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن أيمن أشرف وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى كلمات هامة جدا من النجم الكبير الكابتن مجدي طلبة لجمهور الأهلي وولي لعاب النادي الأهلي قبل هذه المباراة المهمة جدا أهلا وسلام بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن مجدي قبل ما أسألك وتوجه كلامك لجمهور ولعابين النادي الأهلي أسألك برضا الأهم نقاط القوة اللي موجودة في نادي الزمالك هذا الموسم مدربه 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 محترم يجيد جدا قراءة المباريات يجيد تعامل معها صغيرها وكبرها ده اللي بين لنا جدا عارف قدرات لعبته كويس موظفهم بشكل جيد جدا وعارف إمتى يستغل اللعيبة بتاعته في التوقيتات ده برضه مهم جدا أيو الحاجة التانية شايف النادي السنادي نادي زمالك نقطة قوته الاستقرار بتاعه ما عندهمش الفرقاء اللي بتحصل قبل كده في الفترات اللي كانت موجودة قبل كده التصراحات اللي هنا واللي هناك واللي فده مديهم نوع 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 الحاجة التالتة نجومه سبتين مستوى ما عندهمش حالة تزابزب مستوى اعتقد برضه من ضمن أنا وجهة نظرين من ضمن نقاط القوة اللي موجودة تانية زمالك انه هو لم يصل إلى نهائي دول الأبطال ما هو خلي بالك انت هنا عنده الفترة بتاعت الفترة بتاعت اللي انت اشتغلت فيها مستمر هو 42 يوم هو فراحة ما دي مهمة طبعا ما دي مهمة جدا ما دي اهم وجهة نظرين دي مهمة جدا ومن الاستفادات بتاعتها كمان انه قدر يشوف لعبة من اللعبة الصغيرة اللي طلعت وقدت بشكل كبير وقدت وعملت شغل كويس نعم وفي نفس الوقت النتائج ساعدته انه ياخد الاعلى مستوى او اعلى نسبة اداء منهم اللي عاد عليهم بالثقة بعد كده فدي هما ودي النقطة المهمة جدا في قوة نال الزمالك الوقت انه عندهم ثقة الماتشات اللي انت عارف مكسب يجيب مكسب يجيب مكسب طبعا بيزود الثقة المكسب بيزود الثقة فدي من النقطة القوية عند نال الزمالك نقاط الضعف بقى اجابت من وجهة نظرك نقاط الضعف انه في معظم الماتشات ما بيسجلش في الشيط الاولاني بالرغم من انه بيشتغل بشكل استحواز انما فرص فرص تهديف بالنسبة للاستحواز قليلة فدي برضو ممكن كتيم النادي الاهلي وقدرة التيم النادي الاهلي وقدرات التيم النادي الاهلي يقدر يستغلها بشكل كويس جدا نقاط الضعف بتاعته انه عنده حراسة المرمى فيها مشكلة بس عواد ماشي كويس جدا ما تعرفش لو قدر الله حصل له اي حاجة منه بديل البديل بتاعه التالت لان ابو جبل عنده مشكلة فممكن تبقى من نقاط الضعف ورد جدا نقاط الضعف اللي موجودة تانية عندك جنب اليمين في خط الظهر تقدر تشتغل عليها كويس جدا اي حد بيشتغل فيها هناك الدنيا بتبقى فيها مشكلة تقدر تستغلها بشكل ايجابي جدا تتوظف حد من عندنا بالشكل الأمثل تقدر تشتغل عليها كويس جدا برضو مش بقولها هتكون معايا وبكرة سيبقى تقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هو فيتوريا اي رأيك؟ فيتوريا عنده اسمه كويس هنا انتكملت المثلث الضلع الثالث للمثلث بالمدرسة البرتغالية اهل زمالك منتخب مصر فبقى عندك السواد الأعظم من اللعيبة المحلية اللي بيتاخدوا للمنتخب مصر مدرسة واحدة فانت هنا مش هيبقى عندك فيه تفاوت في المفاهيم أو في الأفكار دايما المدرسة الواحدة بتنتج أفكار شبه متشابهة فوش اختلافات كتيرة جعل Agent لا اختلافات مش تبقى كتير هتبقى قليلة فده يستفيد منه المنتخب؟ بالزبط والثواصل اللي هيبقى ما بين التلاث كوتشات الثلاثة بتوع الأهل وزمالك والذنين مع فيتوريا طبعا هيبقى أكيد لصالح المتخب المفروض واللي هيأثر به بالشكل الإيجابي شايفه حاجة إيجابية وجوده أنا شايف طبعا إيجابي في المرحلة اللي احنا فيها بمناسبة دلوقتي بوجود الأهل مدير فني برتغالي وزمالك مدير فني برتغالي ده شكله جاي بالزبط هو كمان نفسه هو السيفي بتاعه كويس السيفي بتاعه ككوتش كويس بنتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق المتخب منتخبنا إن شاء الله بإذن الله عشان الفترة اللي جاية محتاجين شغل كتير كابتن أخيرا لو هتوجه رسالة أولا لجمهور النادي الأهلي السانية لللاعبين في ظل هذه المباراة الصعبة جدا إن شاء الله يوم الجمعة يوم الخميسة ناسف جمهور النادي الأهلي هقوله خليك زي ما احنا متعودين عليك دايما في الأوقات الصعبة أكتر مساندة للتيم من الأوقات السهلة كالعادة فما تكسرش عادة دي أجيال وراء أجيال زي ما بيقولوا بيسلموا البعض الرايا والرايا معروفة لاعبين ومدربين وإداريين وجمهور لعبة النادي الأهلي بقولهم دايما النادي الأهلي لما بيحصل فيه كاب وف ماتش الماتش اللي بعديه بيبقوا مستنيينه من بعد ما بيخرجوا من كاب وف ماتش اللي احنا ويعنا فيه أو خسرنا فيه بيبقى مستني الماتش اللي جاي بسرعة عشان أقدر أنا نفسي أنسى واللي حوالي ينسوا اللي حصل الماتش اللي فات خاصة لما يبقى الماتش اللي جاي ببطولة دي تبقى حاجة كبيرة جدا عندنا قدرات كبيرة عندنا ثقة كبيرة بنلعف أكبر فرقة في الشرق الأوسط كل دي معطيات تخليني وتأهلني أني أنا أبقى موجود الإدارة موفرة كل حاجة في الدنيا المساندة موجودة ليكم من كل حد في الدنيا ألعب بدون قلق ألعب واشتغل شغلك اشتغل شغلك اللي إحنا عارفينه منك واللي أنت تقدر تخرجه بس مش عايز منك أي حاجة يعني ما تفكرش في المكسب ما تفكرش في النتيجة فكر أني أنت تخرج من طقتك يعني كان عندنا كوتش بيقول لنا في مرة من المرات كان ماتش صعب عندنا ماتش صعب قال عندنا ماتش صعب فمش محتاجين مية في المية من كل واحد محتاجين مية وعشرة في المية من كل واحد بحيث أن العشرة في المية بتاعت كل واحد الزيادة لما تجمعها هتدينا في الآخر مية في المية واحد زيادة فننزل نشتغل لازم عشان نخرج نفسينا نخرج كل اللي جوانا لازم عندنا واحد زيادة الواحد زيادة ده كل واحد يطلع أكتر من عنده عشرة في المية فده مطلوب من لعبة النادي الأهلي اللي جاي الماتش اللي جاي اتطلع من عندك 110% امريكش دعوه بنتيجة تفكرش في نتيجة فكر ان انت تطلع 110% انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معنا استمتعت جدا جدا بوجود حضرتك وان شاء الله ربنا يا كربنا يوم الخميس وتبقى برطاليك باسم النادي الاهلي شاء الله بإذن الله شكرا يا كابتن مجدي شكرا جزيلا للنجمة كبير كابتن مجدي طلب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت كبير